الوحي في الكتاب المقدس الوحي قضية هامة بيركز على المعنى وليس اللفظ العصمة للحق المكتوب وليس للأحرف التي كتب بها وقلنا قبل كده الدليل عندي لغة الكاتب التي اختلفت عبر نوع الكاتب والزمان والمكان الذي كتب فيه لكن روعة أن الحقيقة واحدة أن الصفات الإلهية صفات واحدة أن طرق الله والإعلان عنها واحدة أن النبوات التي ذكرت هنا تحققت هناك في الزمان والمكان حسب النبوة التي كتبت عندنا حاجات كثيرة قوي بتؤكد المعنى دوت سيد المسيح نفسنا بيقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة الحرف يقتل لكن الروح يحيي خلي بالكم إذن الوحي روح معنى ربنا مش عايزني أحفظ ربنا عايزني أعمل إيه أفهم الحقيقة القارنين الروحيات بالروحيات عشان المعنى يتضح عشان المعنى يتجلى وقلنا أن واحدة من روائع الفكرة دي أني أقدر أترجمه واعتبر كل ترجمة لازالت كتابا مقدسا لأنه يحوي المعنى لأن الترجمة ترجم المعنى وليس مجرد اللفظ ترجم المعنى الأصيل الذي كتب به وليس مجرد المعنى الذي يمكن أن يفهم بحسب العصر الحديث أنا عايز المعنى الأصيل اللي ربنا كتبوا لكل الأجيال لو أنا النهاردة عندي كلمة غلط موجودة في الكتاب كتبت غلط نسخت غلط ما عنيش مشكلة أبدا معلومة جغرافية غلط معلومة تاريخية غلط ما عنيش مشكلة أبدا ليه؟ لأنه أقبل أقبل الخطأ في اللفظ الذي لا يفسد المعنى أقبل العبارة غير الدقيقة لكنها التي لا تغير المعنى على الإطلاق لما بيتكلم الكتاب أحببت يعقوب وأبغطت عيسو في ضوء الفهم للمحتوى للمكان كله بفهم إنه مش معناه كره عيسو بالعكس ده بارك عيسو وحفظ عيسو ولا رفضوا من الحياة الأبدية المعنى إيه هنا؟ اللفظ تقيل قوي الله المحبة يبغض الله الذي يحب الجميع هكذا أحب الله العالم كله كيف يبغض عيسو؟ ها اللفظ تقيل لكن ما يهمينش اللفظ يهمين المعنى المعنى اللي موجود في داخل هذا الأصحاح كله معناه اختار يعقوب أن يأتي المسيح منه وليس من عيسو وهما لم يفعلها خيرا ولا شر ملاش دعوة بصلاحهم لكن ربنا قال أنا هاجي للعالم بالطريقة اللي أنا عايزة هاجي من غير المستحق من المالوش الأهلية عشان أقول دي نعمتي لكل الناس لكن حق عيسو أن يروح السماء حق يعقوب أن يروح السماء حق الإنسان أن يختار لنفسه أنا لم أحرم أحدا من حقه لكن اخترت أن أجيء بالطريقة التي أريدها لأن ده عمل إلهي لجميع الناس واو المعنى جميل جدا عشان كده الاتساع في فهم الكتاب المقدس أنه ليس وحي لفظي لكن وحي معنى يجاوب على تساؤلات كتيرة جدا بتسألها الناس وإجابتها نوع الوحي الذي نؤمن به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر